اتبعوا المرسلين تذكرون الرجل الذي في سورة ياسين الذي جاء من أقصى المدينة يسعى ماذا قال بالله اسمعوا فكتب الله كلمات الرجل هذا الرجل في ياسين قال اسمه جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا قال اتبعوا المرسلين هذا رأسه دعواه التي سعى لها وإليها ماذا قال اتبعوا المرسلين قال اتبعوني قال أنا عالم قال اتبعوا المرسلين لاحظ الرجل لا يشير إلى نفسه قلت لكم من قبل من أشار إلى نفسه بالاتباع من غير الأنبياء فلا تتبعوا لا تتبعوا ماذا اقول اسأل العامة قولوا لي ماذا تحبون وماذا تشتهون وماذا تطلبون ان تسمعوا لا اقول بل انظروا واجعلوا مقالة الله وامر الله بين عيني واقول اعجب الناس ام لم يعجبهم احبه ام كرهه ما لي وللناس اخي بالله عليكم رب هذا البيت رأيتموني يوما حججت احدكم باحد غير نبي الله او جماعة اصحابه كان عمر يقول من هنا يأتي الامر فوقش مش من هون من هون مش من هون افرأيت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون قال الله للنبي يوم لعن النبي اعيان الكافرين قال الله ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون ان لم يكن لنبي الله شيء فمن له من الناس شيء فضلوا مين له امسك اسمع واطع ان كانت عندك بينة من الوحي هاتها ان كان رأي كفرنا الرأي من زمن بعيد الدين ليس رأيا والرأي ليس دينا ومن كان له رب فليس له رأي خالفوا الناس واتبعوا الانبياء لا خير لكم في اتباع الناس قال ابن مسعود ما قد قلت لكم الاجماع موافق الحق ولو كنت وحدك يأتي النبي يوم القيامة من الانبياء ليس معه احد من الجماعة النبي جماعة هذه الامة النبي محمد عليه الصلاة والسلام المليارات زيادة اما الجماعة النبي هو الذي سيدخل بين الجنة وطلعه لن يدخل احد قبل محمد ولن يدخل احد من هذه الامة الا بمحمد ادرسوا في شيء في الكتاب اياك ان تقول لي قال فلان والاحناف والشافعية والحنابلة والمالكية والمعتزلة والقدرية والجهمية اياك قطعت لسانك اياك لا تحدثني في دين غير دين محمد عليه الصلاة والسلام واضح ان تسأل العالمة الذي تثق به عن ماذا تسأله عن رأيه وعن رأي شيخه ومذهبه بل سأله عن اثر تركه النبي وراء نعله هذا القرآن ليه يتلوه الله علينا ينزلوه ليه عشان بالاخر تضعوا على الرف ثم تحدثوا بالشعر وتقاتلوا بالشعر وتدينوا بالشعر اين يونس اين يوسف اين الرعب اين ابراهيم اين الحجر اين الانبياء اين لقمان اين العنكبوت اين الروم اين الفرقان تركوا كل هذا وقالوا كما قال الشاعر اقول لك انت والشاعر تحت قدم محمد عليه الصلاة والسلام فاذا سألت العالم فسأله عندك عن الله ورسوله في هذا شيء هكذا تسأله ما بتقوله يا شيخ شو رأيك واضح يا شيخ ماذا تقول فلو سألت كيس خيش لكان خيرا لك ليه اذا سألت كيس الخيش يكتم ولا يعتدي على الله اما الكيس الشيخ يعتدي ويقول على الله رحم الله احمد حمل سنن وبلغ سننه فانا بكره كل علماء المسلمين زي بيقولوا الولد هذول الاصاغر طيب رحم الله احمد علم الله انني احب كل عالم تعلمت منه قال الله قال رسوله ولو ظفرت باحدهم قبلت يده ولا يزول العرش ولا الرب الذي على العرش وتزول السماوات ولا يزول حرف من هذا القرآن وتزول آراء العلماء وبياناتهم ولا يزول حرف من هذا القرآن انا لا ادين بمذهب ولا ادين برأي ولا بشيعة ولا بأحد ولدتني امي كما ولدت الامهات الناس لي نبي اوحى الله اليه من حدثنا عنه بسند الى اصحابه حملنا علمه ما سوى ذلك قال الرجل ارى فانا لا ارى الا ما رأى نبي الله متى صلى استمعوا متى صلى جبريل بالنبي الفجر جبريل على انو مذهب كان جبريل شافع ولا حنفي ولا علامة نعم وحي بوري كفي فاثبتوا واستمسكوا بما ترك نبي الله عليه الصلاة والسلام وخلوا الرأي وعطلوا الاحزاب وعطلوا الفرق عطلوا الرأي وخذوا بالوحي واتبعوا الجماعة وتركوا الفرقة والاحزاب ما اهلك الدين الا الرأي وما افسد الجماعة الا الاحزاب والفرق هذا رأي مذهب ولا قول نبي الله هنا لا احدث بمذهب ولا برأي ولا ادين برأي احد ولا بمذهب احد ادين بما جاء به نبي الله عليه الصلاة والسلام اردنا ان تصير امة النبي بعد هذا فترجع امة واحدة لا فرق فيها ولا طوائفة ولا مذاهبة ولا احزاب ويم الله الذي بيده انفس الانبياء ان هذا لصائر كائن كما انكم تنطقوا ان يصير الدين كله لله بغير فرقة ولا حزب ولا طائفة ولا مذهب وانا اقول لكم والله لو اتبعتم الاربعين مش الاربعة وخالفتم نبي الله اهلكتم انفسكم ولو خالفتم اربعين الف الف واتبعتم نبي الله نجوتم فالشعر الذي يطلع على المنابر ضلالة ومن اعمال الجاهلية ومن شر ما يقال على المنابر الشعر ومن كان معه بيت شعر يرى ان ليس في القرآن وليس في حديث نبي الله مثله فليس اهلا ان يربو على درجة منبر يكفي ان تعلم ان نبي المعلم ما تكلم من هذا بشيء فقولهم صفات الذات وصفات الافعال هي من عين البدعة والاحداث والقول في الدين بعدما تم واكتمل وختم قل لك العقيدة العقيدة هذا الكلام السمج هذا الكلام المبدل هذا الكلام الذي اخر كلام الله ورسوله بقول لك لا مشاحة في الاصطلاح كل كلمة لم يقلها الله ورسوله في دينه فجاء رجل فحاكه واصطلح وزاده فقد احدث بعد نبي الله وعليه مما قال نبي الله سحقا سحقا لمن بدل وحتى لو لم تشفوا اذا نزل روح الله ستشفوا بإذن الله من كل المعجزات بما بالآيات التي سيأتي بها دير بالكم تعرف مين سيأتي بالمعجزات الدجال سيأتيكم بكل معجزة يعجزكم بها عن ربكم ويعجزكم بها عن الحق ثم ينزل عيسى فيأتيكم بكل بينة وكل برهان وكل بصيرة يأتي بكم إلى ربكم شفت الفرق شيء طبعا الربيع ربيع ربيع شقاء ربيع دم ربيع قبور عظام ومهالك وفروجا وأعراض وربيع صدق نبي الله قال مع الدجال نهران نهر نار ونهر ماء نهر النار ماء ونهر الماء نار الآن الربيع هو النار وسنة النبي الماء احنا علمنا حفة النار بالشهوات والخروج والدم من الشهوة وحفة الجنة بالمكاره والصبر من المكاره بصبر ليه ولو يوم عام عامين مياه كما صبر نوح وأدخل جنة لا أخرج منها أبدا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا علماؤكم الذين ثوروكم كانوا يحملون القرآن كانوا يتلون الصور أمسك القرضاوي فقرأ يونس ثم هود ثم يوسف ثم الرعد ثم إبراهيم ثم الحجر والنحل والإسراء والكاف ومريم وطاه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان والشعراء قرأ هذا ما قرأ إلا ما قرأ الشعراء ترك الكتاب والأنبياء قلوا لي كنتم تسمعونه كان يقرأ الكتاب كان يفتح الكتاب والكتاب حجة الكتاب نور الكتاب بصيرة قال النبي القرآن حبل الله طرفوه بيده وطرفوه بأيديكم إذا أخذتم به لا تضلوا من أخذ به إن لم تأخذوا به في الدم فمتى تأخذون به قال رسول الله لا تسبوا أمراكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم أطلع لي قرنك كل رأس في الخوارج اطلع قرنك ما تكتب لي من وراء الشاشات ما ترسل لي في هكذا هذا بيت مقدس من كان منكم ذا قرنين فليطلع لنا قرنه نكسره بالنبوة وكلام نبي الله عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم إن كانت هذه الثورة خيرا للمسلمين فبارك فيها وكثرها وانفع بها المسلمين وإن كانت شرا وفتنة ووبالا على المسلمين فكف المسلمين شرها وأبدلهم خيرا منها مرضاتك وطاعتهم آمين واجعلوا بيوتكم قبلة التثبيت وأقيموا الصلاة اسمع وبشر المؤمنين هكذا سيغلب المؤمنون الكافرين بإقامة الصلاة هكذا قال الذي أنزل القرآن والله لو أقمتم الصلاة كما أقامها نبي الله وأصحاب نبي الله لغلب الله بكم أكفر الكافرين أين نحن؟ مع من نحن؟ أنا مع العدي مع القصد مع العفو مع الإصلاح مع الصلح مع الإحسان بغير قطرة دم بغير طرقة هدم ثم أخوان أنا سألني أخ بالأمس قال لي لعلك أخطأت في هذا فقلت له جيد لعلي أخطأت فكففت عن دم أخي ولعلك أخطأت فولغت في دم أخيك من الناجي منه؟ ورب هذا البيت ورب هذا البيت ما أكلت رغيفا إلا من الله ما أطعمني ملك شيئا ولا أعطاني فلسا ولا خشبة ورب السماء وقلت لهم وأقول لك إن مقامي أثقل في الأرض من مقام الملوك كيف؟ وأنا أتلو الكتاب ويملكون الطراب إذا أردتم أن تعلموا من الفرقان هذا الفرقان أن تعلموا أن لا إله إلا هو وأنكم مبعوثون من بعد الموت هذا الفرقان من إجماع الأمة التي يسوقها هؤلاء الخطباء العمل بميقات الكنيسة هذا من الإجماع شيئا أخواننا علما أن أن الله قال بالمحكم بالمحكم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله لما نقول أخواننا عند الله يعني في قضائه كما في الكتاب القرآن لما يقول أولئك عند الله هم الكاذبون أي في حكمه وقضائه فلما قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يعني كتب قضائه هذا إلزام يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم الأربعة الحرم في ميقات جريجوروس ولا ميقات الأنبياء هذه المواقيت في الطعام وفي الصلاة خطأ واضح وطالله رصدنا لها ما لا قبل لهم به لا يعني مسؤولين ولا رجال ولا عدد ولا شيء من هذا ولا نزال فيهم العام والعامان والثلاثة والعشرة حتى يأذن الله ويكتب ويقضي أمرا كان مفعولا من رأى منكم الشمس غابت فلم يرى منها شيء ورب هذا البيت صلي قد كان إمامك جبريل ومحمد عليه الصلاة والسلام فمن أبى فهو مرتاب بربه وبجبريل وبالأنبياء قال جبريل هذا وقت الأنبياء من خالف هذا ارتاب في وقت الأنبياء إذا غابت الشمس أفطر الصائم وصلى من شاء المغرب فنزلت الشمس في البحر ولم يبقى منها شيء ثم أصخت أنتظر المؤذن فأذن بعدها بعشر دقائق غابت هذه آية الله هذه آية رجل كتبها بيده لعله نسي لعله جهل أما الله لا يضل ولا ينسى الشمس والقمر بحسبان غابت ما جعل ميقات المغرب إلا على مغرب الشمس أليس كذلك؟ غربت فلما لم تؤذنوا؟ قال معي ورقة فإذا خرج لكم الدجال ولو أتيتكم بكل الآيات ستتبعون ما كتب في الورق وتدعون الآيات التي من السماء فما رأيت من بغاة المسلمين في بضع مئة خلت مذوعيت حتى شبت في الإسلام أعدى ولا أعتى ولا أبغى ولا أطغى ولا أفسد ولا أضر على الإسلام وعلى المسلمين من زعيم طائفة الوهابيين النجدية ابن عبد الوهاب ولا عذرني الله إن أنا سكت عنه أو قعدت دونه وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز حديث حذيفة لما قال عليه صلوات الله إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى رؤية بهجته عليه وصار ردءا للإسلام فإنسلخ منه ونبذه وراء ظهره وغيره إلى ما شاء الله وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك شرك الأكبر أو الأصغر ورماه بالشرك قلنا يا نبي الله من أولاهما بالشرك المرمي أم الرامي قال بل الرامي احفظوها أيها المسلمون كلما قام لكم رجل يرمي المسلمين شهدته أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله مقيمي الصلاة أنهم مشركون قال له محمد عليه صلوات الله أنت أولى بها لا يجوز وهو شرك أكبر ابن باز أنت ممن ذبح المسلمين دماؤ المسلمين دماؤ حرائرهم وأعراضهن في رقبتك أنت وأشياخك ومن تابعك على هذه الضلالة أيها الكذبة المعتدون على الله وعلى رسوله شرك أكبر ليس في هذا الدين وهذا الكتاب شيء اسمه أئمة آل البيت إثنى عشر إماما ألبت هذا كذب هذا بدعة هذا كذب هذا بدعة ورب هذا البيت لأنا أشعع لآل البيت من شيعة آل البيت صدقتهم وكذبوهم شايعناهم بالصدق وشايعوهم بالخيانة والكذب خميني قال لو أن النبي بلغ لما جرى ما جرى كذب خسيته أنت ومن معك أشعل الله عليك قبرك نارا محمد بلغ شهد الله وحملة العرش ما كتم حرفا ولا شيئا تزول السماء والأرض ولا يزول حرف بلغه محمد عليه الصلاة والسلام ومن زعم غير هذا ليس من المسلمين في شيء يعني يذبح ابن النبي ولا نعلم إلا بعد شيئا ولا نعلم أبناءنا ولا صغارا أن فاطمة فاطمة وأن الحسن الحسن وأن الحسين الحسين تهفو نفس المؤمن على روح الله وكلمته ابن مريم يا حبثة أن تسمع رجلا من روح الله يتكلم بكلم الله بعدما سمعنا الخبث والفقرة والجهالة يا حبثة يا حبثة فجرا نصليه وراء ابن مريم إني لا أرجو إن طال بي عمر أن ألقى عيسى ابن مريم فإن عجل بي موت فمن لقيه منكم فليقرئه ابتداءا عن نبينا السلام ثم عمن كان يرقبه وكان يعنيه أن يلقى نبيا بعد أن سمع بالأنبياء ولم يرى الأنبياء وطالله ما أبقى لي ربي عمرا وما أنطق لي منطقا ونفسا لا أزال في الناس حتى يفصل الله بيننا وبينهم أن يعلم الناس أن القول ما قال الله وأن الدين ما خطه محمد عليه الصلاة والسلام فإن ينزل ابن مريم ونحن في الناس فقد آن للعالمين أن يعلموا من كان على هدى ومن كان في ضلال مبين وإن عجل بنا موت فارقبوا ابن مريم وسلوه وارقبوه وانظروه على ما هو وطالله ورب ابن مريم ومريم ورب العالمين لا ينبغي لابن مريم أن يجاوز أثر محمد شراكا ولا نعلم وأيم الله بيننا وبينهم كلمة الله وروحه ابن مريم ينزل من السماء يعلم الناس من كان على حق ومن كان في ضلال مبين فمن الآن أعد صفحة بيضاءة فارغة لا سطر فيها ولا حرف لكلمة الرب عيسى بن مريم لا يليق بعاقل أن يتلقى كلمة الله بصحيفة مملوئة فإن أملأ عليك ماذا ستكتب وأين ستكتب جئت بصحيفة مملوئة يا أخوان أذكركم الله القرآن القرآن ورب السماء ورب هذا البيت ورب الأنبياء ورب الكلمة الروح ابن مريم لينزلن ابن مريم فلا يعتد بكتاب غير الذي كان عند نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ورب السماء أدين الله أدين الله أنه سينزل ولن يقرأ علينا إلا قال الله قال رسول الله ورب السماء إن حفظ الله هذا البيت ليقومن ابن مريم في المحراب وليقرأن من القرآن ما إذا سمعه المؤمن الطاهر ينفطر قلبه ارقبوه نازل لا محالة وأعلم العلماء يومها من يمسك على لسانه ويفتح أذنه ليسمع كلمة الله من كلمة الله وأجهل الناس من يأبى روح الله وكلمة الله ابن مريم أبشركم بواحدة اسمعوا دمشق أسأل الله أن تكون آخر المعارك آخر معارك الدجال وأحلاف الصليبيين دمشق وعدنا نبي الله نبي الله أن ينزل فيها ابن مريم قال عليه الصلاة والسلام يوشك أن ينزل ابن مريم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق ورب السماء إني لأرقب يوما ينزل فيه عيسى ابن مريم أرقبه ماذا سيفعل كيف سيفعل بهذا الكتاب المجيد كيف سيحمله حق حمله كيف سيتلوه حق تلاوته ماذا سيفعل بغير الوحي من سائر الكتب ورب السماء إن رفعها عيسى ابن مريم لأرفعنها على رأسي وعلى هامتي ولئن وضعها ابن مريم إني لأول الواضعين لا تفلح إلا بالأنبياء وبقية الأنبياء ورب السماء لينزلن ابن مريم وراء ابن فاطمة لا تفلح هذه الأمة إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام كما كان أبو بكر وعمر لا جيشها ولا جندها ولا حديدها ولا أعوانها ولا أرضها إلا رضوان الله رضيه بلغتم سخطها لكتم رأيت فيما يرى النائم رأيت نبي الله عليه الصلاة والسلام في فناء البيت المقدس وكان وجهه أو ظهره إلى الطور إلى المشرق ظهره إلى المشرق وكان عن يساره شاب وعن يمينه كان شابا ثم اكتهل لهو أنا فكنت عن يميني هذه الرؤية قبل عشرين عاما فاستمسكوا بهذا الكتاب ووحي الله إلى محمد عليه الصلاة والسلام سنته وحديثه في الناس لا تبدلوا شيئا بهذا الحديث وهذا الكتاب ورب بن مريم ورب بن عمران ورب محمد عليه الصلاة والسلام ورب إبراهيم لينزلن ابن مريم ولتعلمن ما قلت لكم وأن كل ما قاله محمد حق وأن ابن مريم نازل وأن هذه الملة غالبة على الملل وأن نبي الله غالب على الناس وأن الله غالب على الدجال وغالب على كفرة الأرض وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجره وهم مهتدون اتبعوا من لا يسألكم أجره ترجمة نانسي قنقر